السلام عليكم بعض الصلاة وسلام على رسول الله مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة وصفات أمي الغالية نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة وانتم تشاهدوا فيديو اليوم اليوم بإمني الله سنشارك معكم وصفة جيد مميزة طرطة رائعة جدا مختلفة في الشكل وفي المذاق مميز جدا بالطبخات وبحشوات مختلفة تبعوا معي الخطوات للأخير ونرحوا مباشرة نبدو في طريقة التحضير بسم الله على بركة الله نبدو في الوصفة نتعنا إذا نحتاج 4 حبات بيض راح نزيد 120 قرام سكر حبيبات ما يعاد الكاس إلى ربع نخلطو بالباطق مدة 3 دقائق حتي يضعف حجم الخاليط ويتبدل لونه من بعد ما خلطنا مليح البيض والسكر تحصلنا لهذا القوام راح نزيدوا كاس إلى ربع حليب دافي أو بدرجة حرارة المطبخ المهم لحليب ما تزيدوش بارد زيدوه بدرجة حرارة المطبخ أو دفيوه شوية راح نزيد نصف كاس زيت بالنسبة للزيت والحليب عندما نزيدوه ما نخلطوش بزاف ونزيدو ملعقة صغيرة مبشور ليمون أو ممكن تعوضوها بالفانيليا من المستحسن زيدوها مع اللول مع البيض والسكر أنا نسيت راح نزيدها مع الفارينا ونزيدو 100 قرام فارينا ما يعاد الكاس ونخلطو بسرعة متوسطة ونزيدو الكاس الثاني تاع الفارينا بالنسبة للفارينا راح تديرو من زوج كيسان الى زوج كيسان ونصف على حسب نوعية الفارينا اللي تستعملوها من ميتين قرام الى آآ ميتين وربعين الى ميتين وخمسين قرام ونكمن نخلط دائما بسرعة متوسطة وفي الاخير راح نزيدو كيس خاميرة الحلوة لوزن عشرة قرام ونكمن نخلط دائما بسرعة متوسطة وفي الاخير هذا هو القوام اللي تحصلنا ليه بالنسبة للخاليط راح نقسموه على ثلاث دفوعات يعني راح نقسموه الى ثلاث اقسم بالتساوي نجيبو الصينيات اللي راح نطيبو فيها القطر التحات 18 ندهنوها بالزبدة ونرشها بالفارينا ونحط النصف الاول من الخاليط وطبعا في هذا اللحظات الفرن تايس خون سخنتوه مسبقا وناخد صينيات نحطها في الفرن نطيبوه في 172 درجة ومد الطهي من 10 دقائق الى 12 دقيقة هذا بالنسبة للطبقة الاولى اذا كما راكم تشوفو من بعد ما طيبنا الطبقة الاولى بدأت تحمر على الجوانب بتأكدنا الطبقة الاولى طابت نحيطها مباشرة من الفرن نبدأ نحط الموربا بالنسبة للموربا ممكن ندير موربا بذوق الفراولة بذوق المجماش كما تحبوه على حسب الذوق راح نحط مقدار ثلاث ملاعق كبيرة مع مراملح ونوزع الموربا بشكل متساوي بهالطريقة ونزيد نوزع النصف الثاني من الخالط بالنسبة للخالط انتعنا قسمناه الى ثلاث اقسام بالتساوي هكذا راح نوزعه بشكل متساوي وبنفس طريقة ناخد ثانيين حتى في الفرن نطيبه الطبقة الثانية بنفس طريقة في 170 درجة مدة طهي من 10 دقائق الى 12 دقيقة بالنسبة للفرن راح نشعله ملتحته من الفوق في نفس الوقت اما الاخوات للفرن تحميشا من الاسفل فقط سني راح تحطها في الوسط والفرن راح تشعله من الاسفل عادي من بعد راح تزيد تشعله من الفوق وتحمروا الطبقة الثانية طريقة تطهي مهمة جدا تبعوني جيدا في الخطوات باش تحضروها بنفس طريقة وتتحصلوا الى وصفة ناجحة من اول تجربة وتجيكم ما شاء الله نحاو نحطها في الفرن ونطيبوها بنفس طريقة كما طيبنا الطبقة الاولى وهنا من بعد ما طيبنا الطبقة الثانية نحط صنية تاعي من الفرن مباشرة راح نزيد نوزع شوكولاتة خطيني شوكولاتة الطلي هنا ما شي لازم ديروا شوكولاتة خطيني ممكن جدا طبقة الاولى تديروها بالمربع بذوق المشمش والطبقة الثانية تديروها بالمربع بذوق الفرولا بالنسبة للحاشو يبقى دائما اختياري كما تحبوه على حسب الذوق وعلى حسب عائلتكم واش تحب بالنسبة ليا راح ندير المربع وشوكولاتة الطلي الذوق راح يجي ما شاء الله راح يجي مختلف وبزاف بنين بناء على بناء وفي الاخير راح نزيد ونوزع النصف المتبقي من الخليط بهذه الطريقة وبشكل متساوي ونزيد نزيد 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 الطرطة برقائق بالنسبة للتزيين يبقى دائما اختياري ممكن تزيد طريقة او من بعد مطيب راح ندهنها بالمربع ونضيق بجوز الهند ونخذ الصينية راح نضيق بالوسط الفرن راح نشعله من فوق لان الطبقات ملتح ونضيق الطبقات الاخيرة يعني الفرن راح نشعله من فوق ونخلي الطبقة الاخيرة حتى تطيب وتتحمر ونحيط طرطة ونشوفها في شكل نهائي فيما بعد ان شاء الله ملتح 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 طبقات ونحيط تطيب ونحيط ملتح 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 ونحيط ملتح 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 بنا على بنا تقدموها لضيفكم تضيفو بها عند حبابكم تمتعو بها عائلتكم ملتاتكم تقدموها مع قهوة الصباح قهوة العصر حذرنا طرطة بالطبقات بحشوات مختلفة بمقادير بسيطة جدا في المتناول وصفة نجحة من اول تجربة طريق التحذير مختصرة ممتعة كما عودكم دائما وبالنسبة للمود تقدروا تديروا شكل مربع شكل دائري فقط لازم يكون بنفس القياس وايضا التزيين يبقى اختياري ممكن تزينوها بنفس طريقة او بطريقة مختلفة لانه كل وحدة تحب تبدعوا تزين بطريقتها الخاصة اذا كانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها بنفس طريقة وننصحكم تجربوها لانه فعلا فعلا وصفة تستحق تجربة اكيد اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وبرتجوا مع لزامتكم للاستفادة واللي ما زال ما اشتركش في قناتنا ندعوكم للاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يصلكم ان شاء الله كل جديد من وصفاتي الاقتصادية والسهلة والسريعة واذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في امان الله